نوصل عزيزنا العقرب بدي قلو يعجل بتسمير جهوده مع بداية هيدا الشهر الشمسي الواعد الجديد انتقال الشمس لبرج الحود بتاخده مصالحك مليونين بالمية برج الحود صديق مائي مثلك مثله بيحملك وعود كتيره بيعودك عن كل اللي مرأ من تعب بيحملك أفرح نجحات بيخليك تحقق أمنيتك وتستفيد من الفرص من هالفترة الفلكية الواعدة جداً لأعمالك وأوضاعك المهنية وحتى الدراسية حتى أسفارك تغيرات مهمة بوسط أعمالك وممكن تفرض عليك بعد التغيرات بحياتك المهنية أو الفنية أو السياسية أسبوع ممتاز بداية مرحلة كتير حلوة بتخليك تتبوق مراكز مهمة بتشهد على انقلاب بحياتك ان كان على صعيد المهنة العاطفة يعني الظروف الحلوة هلأ اللي شفت اللي عم تبرق معاك ما شفتها من أول سنة كأنه هلأ بداية العام عم بتبلش وجود الأمر بالجوزة بين السبت والتنين بشكل مسلس فلكي مع برج الدلو مع الشمس من برج الدلو حضر حالك لتغيرات مهمة وإيجابية نوعية وقت بتحمل أجواء مختلفة من الحظوظة بتخدم مصالحك وبتخلي معنويتك مرتفعة جدا بتشعر بالتحرر وبتابع لحظ طريقه وبتصير لزوف أكتر أحلى وأحلى مع انتقال أمر للسرطان يلي نهار الثالثة والأربعة بشكل مسلس فلكي مع الشمس يلي بتكون قردي صارت ببرج الحوت بتدخل بمرحلة مهمة جدا بتنجح بتحقق إنجازات كبيرة فترة أو يومين بيحبولك معهم أجواء رائعة وبيخلوك تنعم بمشهد فلكي مائي مميز وناجح وبتعكم صورة واضحة عن كفائتك ومهارتك وقدراتك رح تتعدد المشاريع والمجالات الجديدة لكن بدك تنتبه شوي لأنه رح يتبدل المشهد الفلكي من الإيجابي للأسوأ وبتدخل بدوامة فلكية مع انتقال أمر لبرج الأسد يومين الخميس والجمعة مشان هيك عليك إنك تنتبه كتير منيح من المزاجية والخطأ ممنوع بتعد عن الجدالات والنقاشات والتحديات وما تصدق بعض الأوهام أو الشائعات حل المور بمنطق وحكمة بالإجمال أسبوع مهم بيخليك تكتشف النوية وتقرأ بين السطور يلي بدو إياه الآخرون منك عاطفيا لمولود العقرب كمان بسأله ذات السؤال كيف احتفلتوا باعد الحب يلي مرأ الأسبوع الماضي ومع من احتفلتوا إذا كنتوا متزوجين أو عزابي أو عنكن علاقة جديدة بهالأسبوع ممكن تظهر بعض القضايا العائلية الطارقة اعتبارها من هالأسبوع مع انتقال الزهرة لبرج أدلو المعاكس يلي بيسبب لكم حالي من الرقود وعلاقات شخصية متوترة وحوارات جيفة وقاسية وبعض النزاعات بحياتكم الشخصية ممكن تضطروا لمسيرة الأجواء والتصرف بحكمة وليونة مع المحيط العاطفي والعائلي أما العازب ممكن يلاقي حاله قدام قرار لابد من اتخاذه مشان هيك بتعاد عن التطرف بالمواقف والعصبية وانتبه من اتخاذ أي خطوة حسمية وسلبية خوفا من انه تقبل بالرفض أو ردة فعل من الحبيب غير مليعني